يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم حقق النادي الأهلي فوزا سهلا فوزا سهلا ومنطقيا على إنبي بهدفين دون رد كان النادي الأهلي الأفضل طوال المباراة طوال المباراة استحوز طولا وعرضا على اللعب استحوز على الكرة الأهداف أمام حضراتكم محمد شريف سجي الهدف الأول في ديئة 29 ثم أضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني للنادي الأهلي في ديئة 35 هدفين بصراحة يوصل عنهم حارس مرمى إنبي في جزء كبير بصراحة في جزء كبير الأهلي النهاردة تفوق هتحس إنه الأهلي النهاردة بيلعب بسكة الكبير اللي هو أنا جاي من بطولة أفريقيا أنا اللي في الفاينال دورة أبطال أفريقيا أنا أقدر أجي الدوري وأشتغل والعب وأكسب وبسهولة النهاردة كامل لاحترام طبعا لإنبي ولكن النادي الأهلي لم يترك الكرة إلا في لحظات بسيطة جدا لإنبي عشان يتناقلوها فقط يتناقلوها دون أي خطورة على مرمى عائل لطفي اللي خرج النهاردة مصابه أكلمكم على إصابة عائل لطفي ونازل أبدا منه مصطفى شبير ولا أي تأثير حتى على مصطفى شبير في الفترة اللي لعبها والأهلي استحوذ على الكرة كثيرا اليوم والأهلي بقى عنده طريقة لو حضراتكم بتاخدوا بالكم منها إنه بيستحوذ كثيرا على الكرة إنه بيحاول يمسك الكرة كتير بيحاول يلعب بيحاول يباصي بيحاول ما يجريش وراء الكرة ما يجريش وراء المنافس ما يستقبلش اللعب لا أنا الكرة في رجلية وأنا بشتغل بدنيا بشكل كده في راحة أكتر للعبين ما بيجروش كتير ما بيتعبوش كتير عشان كده بقولك النهاردة الأهلي بين قوسيني وإن كنت ما بحبش أقول الجملة دي ولكن هو فعلا بأقل مجهود قدر يكسب النهاردة أمبي بهدفين دون رد استسلام كان واضح جدا لأمبي وبصراحة أنا كنت مرأب الأهلي النهاردة كنت مرأبه وقلت قبل المباراة أو توقعت والتوقع طلع غلط قلت النادي الأهلي النهاردة ممكن ما يعملش مباراة كبيرة قدام أمبي ممكن يبقى فيه نتيجة سلبية ممكن ما يقدرش يكسب تركيزه كامل على بطولة أفريقيا قدى بشكل كويس المباراة الماضية في دورة أبطال أفريقيا مستنى الفاينال فالتركيز في الفاينال والمجهود الكبير اللي عمله في البطولة في المباراة الماضية ممكن يخلوه في الدورة وهو كمان ده راجل سابت دورة من شهر وشوية متصدر رجع على نفسه متصدر برضه محدش عارف يوصله يعني رغم كل المعجلات بتاعت النادي الأهلي فقلت هيبقى فيه استهتار ما يعني لا اللي يعني لعب جدية كبيرة جدا التحليم في الشوت الأول ضمن الفوز ضمن الهدفين وبعد كده الأداء كان فيه فقط تناقل للكرات ترجمة نانسي قنقر